أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية أن عدد حالة الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في إفريقيا بلغ 8.158.654 حالة وأضاف المركز التابع للاتحاد الإفريقي أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 206.499 حالة وفاتة في حين بلغ عدد حالة الشفاء 7.499.590 وحسب المصدر ذاته فإن جنوب إفريقيا تعد المنطقة الأكثر تضرراً متبوعة بشمال إفريقيا وشرق إفريقيا ثم وسط إفريقيا